أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على متابعة مستجدات الأزمة العالمية الراهنة على مختلف القطاعات من أجل تقليل حدة الأثار السلبية على الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية خاصة في ظل استمرار امداد تدعيات الأزمة العالمية نتيجة للأحداث الروسية الأوكرانية وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن قطاع البترول يعمل وفق منظومة متكاملة لتكثيف الجهود من أجل زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية الجودة وتقليل الاستراد من الخارج من خلال سرعة تنمية الاكتشافات الجديدة